وهنا أوجه سؤالي للدكتور محمد مايت دكتور محمد ما هي الخطط والبرامج الخاصة بالدولة لتطبيق الإصلاح الاقتصادي مع اختراب مصر للحصول على القرد الجديد وما هي السياسات المالية في التعامل مع الفترة الحالية والقادمة من الأزمات العالمية وأيضا وضع الدين العالم شكرا جزيلا ويعني خليني أقول مهم جدا أنه في مثل هذا الظرف أننا نوضح أحواحنا فين بالنسبة للسياسة الخاصة بالمالية العامة للدولة والاستدامة الخاصة بها أيضا بالنسبة للدين وأيضا تأثير الظروف اللي بنمر بيها والتحديات ودي التعاملات الزي أنا يعني هاخد زي دولة الرئيس كده مع عمل شط على ال42 سنة الماضية في ال42 سنة الماضية أوزين نشوف مؤشرات المالية العامة للدولة وأنا كل مؤشر هاخده من أصغر حاجة لأكبر حاجة هبدأ مثلا على سبيل المثال عجز الموازنة المصرية هنشوف أنه أنا خدت من سنة دراسة دي من 80-81 حتى 21-22 لقينا أنه بالنسبة للعجز الموازنة العامة للدولة هنلاقي فيه خمس سنوات هم كان فيهم العجز يعني يعتبر أقل من 5% وبالعجز فيه سنة اللي هي 93-94 عملنا فائد في الموازنة العامة للدولة فائد كلي ودولة السنوات زي ما كان دولة الرئيس شرح دول تأثير حرب الخليج وإسقاط الديون فدول اللي عملوا الموضوع ده غير كده هنلاقي أنه بادئ من 6-1 من 10 وأقصى حياة كنا وصلنا لها كان 13-8 من 10 فده بمتوسط 7-9 من 10 ده متوسط عجز الموازنة على مدار 42 سنة بما فيها حتى السنوات اللي كان فيها تأثير الغاء الديون ونص الوسيط ده اللي هو بيقسم البيانات دي نصين أقل وأكتر بنسمي الوسيط كان 8% إذن فدول المؤشرين يفدون جدا لو أننا رحنا بقى على مدار السنوات واخدينها سلسلة زمنية هنلاقي أنه يعني العجز بتاع الموازنة مرتبط دايما بسياسات وظروف لكن زي ما اتفقنا أنه أقل فترة كانت أكبر فترة طبعا من 80 ل85 دي كانت فيها أرقام كبيرة 13.8 من 10 و12.3 من 10 ثم مشي بعد كده بيتراوح ما بين 6 إلى 10 و4 من 10 ثم جينا في الفترة بتاعت 12-13 لغاية 15-16 هنلاقي أرقام كبيرة 12 و9 و12 و11 و4 و12 و9 ابتداء من 15-16 هنبدأ نشوف أن عجز الموازنة بدأ ينزل فلاقينا أن احنا عدنا 10 و2 9 و1 7 و5 7 و4 6 و8 6 و1 6 و3 6 و3 وبكده يبقى احنا قدرنا يعتبر ده أقل حاجة في المستوى العجز على مدار الـ 42 سنة باستبعاد السنوات بتاعت أثر استبعاد الديون مع حرب الخليج وخطتنا على مدار الخامس سنين القادمة اللي هي 22-23 اللي احنا موجودين فيها لغاية 26-27 إنه ننزل من المستوى الحالي 6 و1 من 10 إلى 4% 4% ده لن تشهدوا مصر على مدار الـ 42 سنة الماضية نفس الكلام لو بصينا على آخر أرقام طلعها صندوق النقد الدولي الإسبوع الماضي احنا مستوى العجز على مستوى الدول المتقدمة خمسة وأربعة وعلى مستوى الدول النشاء أنا آسف الدول النشاء خمسة وأربعة والمتقدمة تلاتة وسبعة هنلاقي دولتين فقط هما اللي عاملين فائد عمان طبعا عوائد البترول مأثرة وتشيلي لكن غير كده هنلاقي مصر ما بين العشرين دولة دايما هنقارن بينهم 6 و1 من 10 فيهم الصين وفيهم البرازيل وفيهم جنوب أفريقيا والمغرب واليونان وغيرهم نفس الوضع لو خذنا ميزان الأولي أو الفائد الأولي اللي هو مع استبعاد أثر الفوائد هنلاقي إنه وصل في العام المالي 81-82 إن كان عجز الأولي يعني فيه عجز في إرادتنا عن مصروفاتنا باستبعاد أثر فوائد الدين 11.5% من الناتج المحلوي ده كان أكبر عجز أولي نحققه العجز الأولي ده يعني عمليا استمر معانا حتى الخمس سنين الماضية لو استبعدنا برضو الأثر بتاع السنوات اللي كان فيها استبعاد الديون نتيجة لحرب الخليج متوسط خلال ال42 سنة عجز أولي 81 والوسيط بتاعهم يعني رقم اللي في النص 2.2 من 10 لو رتبناهم هنلاقي كله عجز أولي معادة السنوات من 90 ل95 اللي فيهم الأثر بتاع استبعاد الديون مع حرب الخليج لكن حتى بعد كده 21 سنة متواصلة عجز أولي أول سنة نعمل فيها فائد أولي كان العام المالي 17-18 واستمرنا بنعمل فائد أولي حتى 36-22 عاملين 1-3 من 10 حتى أثناء كورونا وخطتنا أن احنا نتحرك في اتجاه أن نعمل فائد أولي 2-3 من 10 على العام المالي 2026-2027 ولو بصينا الوضع مصري بالنسبة للفائد الأولي فيه آخر حاجة صدرت من سندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي هنلاقي برضو عمان للوضع اللي أنا شرحته 7-7 يليها مصر مباشرة 1-3 فيه دولتين اللي هم تشيلي والبرازيل 0.8-0.8 لكن كل الدول بعد كده إلى 20 دولة اللي منقارن معاهم عاملين عجز أولي لو انتقلنا للدين هنلاقي أن أقل دين شهادته مصر على مضالة 42 سنة ده 78-7 من 10 وأعلى دين شهادته مصر 159 إذن على مضالة 42 سنة لم تشهد مصر دين أقل من 78-7 من 10 بل بالعكس في فترة اللي هي في الفترة بتاعة 90 لغاية 85 كانت مستويات الدين بتتراوح ما بين 120 إلى 159 ده الدين منسوب للناتج المحلي وبالتالي بنبص نلاقي الفترة الأولانية أهو من سنة 80-81 حتى الفترة بتاعت يعني 95-96 هنلاقي مستويات الدين كانت عالية جداً ولغاية 88.4 من 10 نزلت ثم عادت الارتفاع مرة أخرى وخاصة هندائي في بعض الأرقام في الأعوام 2002 و2003 و2004 كنا بنتكلم على 120% و118 و119% نزلت بعد كده مع فترة اصلاح اقتصادي من 2005 لغاية 2009 ثم ارتفعت مع 2011 إلى أن وصلت لمية وثلاثة 188 من 10 ولكن استطعنا أن احنا ننزلها لغاية قبل كوفيد-19 لـ 89 من 10 يعني كنا خلاص مقربين لأقل مستوى دين عرفته مصر خلال 42 سنة طبعاً مع السنوات بتاعت كوفيد-19 بتاعت احد كورونا ارتفعنا انتهينا السنة دي بـ 87.2 من 10 توقعتنا أنه على مدار الخمسين القادمين من 22-23 حتى 26-27 ننزل لـ 72% وده برضو هيكون أقل مستوى دين عرفته مصر في أكتر من 42 سنة نقطة مهمة جداً المكون الأجنبي في دين أجهزت الموازنة هتبصوا حضراتكم أنه في سنوات كان الدين الأجنبي بيمثل 88.3 من عشرة يعني لو بصينا للعام المالي 90-91 هنلاقي أن الدين الأجنبي كانوا بيمثل 88.3 من عشرة من الدين الأجهزة الموازنة العامة للدولة وهنلاقي برضو في 80-81 كان 84.8 من عشرة وهنلاقي فترات طويلة كان الدين الأجنبي بيعدي 50% من إجمال الدين يا ترى إحنا انتهينا في العام المالي 21 بكم الدين الأجنبي بالنسبة لي إجمال الدين هنلاقي 19% وهدفنا برضو أنه إن شاء الله بإذن الله على العام المالي 26-27 أن ننزل بهذا المستوى لو بصينا على مستوى الدين هنلاقي أن الدول المتقدمة 111.3 من عشرة العالم كله 99 والدول النشئة 67.5 مصر 85.3 من عشرة وفي ظل المستهدف نقدر نوصل لهذا الرقم طيب لو إحنا بصينا على أنه خدمة الدين هنلاقي خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلي في بعض الأوقات وصلت لتسعة تسعة وكسر في المية وفي أوقات نزلت إلى مستوى منخفض زي تلاتة أو أقل من تلاتة دايما هنلاقي التحليل بتاعها مرتبط بمستوات التضخم وأسعار الفايدة وبالتالي مقدار خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلي إحنا أعلى حاجة كنا وصلنا لها في العام المالي اللي هو 2018-2019 كتسعة وتلاتة من عشرة العام المالي اللي هو 21-22 إحنا انتهينا بسبعة واربعة من عشرة وكان خطتنا أن احنا ننزل لستة في المية للأسف طبعا عندنا الفترة دية لأن فيه تضخم وفيه أسعار فايدة اتحركت في الأسواق العالمية وبرضو محليا فبالتالي يعني متوقعين أن السنة دي ممكن مش هنقدر أن احنا نخفض لكن عندنا خطة على 26-27 يكون النسبة دي ستة في المية نفس الوضع بالنسبة لي لو خدتوا نسبة من الإنفاق هنلاقي برضو أنه الفترة اللي بيزيد فيها التضخم بيطلع فيها أكبر رقم كان 39 أو تريبا 44 في البيئة من الإنفاق ثم نزل السنة دي بقى 31.9 من عشرة أو 32 في المية مهم جدا أنه عشان نقدر نقول فيه استدامة لمالية العامة للدولة هي التطور بوقتها معدلات التزايد ما بين المصرفات والإرادات هنلاقي أنه دايما لازم الإرادات تبقى أكتر معدل نمو الإرادات أعلى من معدل نمو المصرفات طبعا لو بصينا في السنوات بتاع التسعين والمنح اللي جات لنا عشان تخفيض المنح وتخفيض الدين كانت فيها نسبة الإرادات عالية جدا لكن ما دون ذلك هنلاقي دايما قريبين من بعض وعشان كده دي هتبقى نقطة مهمة في الإصلاح اللي ممكن نعمله طب الإرادات الضريبية الإرادات الضريبية هنلاقي أن هي كانسبة من الإرادات العامة دايما ودي هنبينها في الجرافل اللي بعد كده دايما الإرادات الضريبية بتمص الجزء كبير جدا من الإرادات ودايما هنشتلاقي أن الإرادات العامة دايماً بتزيد مع زيادة في الإرادات الضريبية يعني لو بصينا هنا هنلاقي أنه نسبة الإرادات الضريبية دايماً كانت في حدود يعني قعدت فترة بتمثل تلتين الإرادات العامة ومؤخراً بقت تلت تربع الإرادات العامة كانت تلتين الإرادات العامة في السنوات اللي هي كانت بيبقى فيها منح فالمنح كانت بتمثل جزء من إرادات الدولة الفترات الأخيرة ما بقاش فيه منح وبالتالي فهي إرادات الدولة هي الإرادات الضريبية والإرادات الضريبية فتقريباً الهيكل دلوقتي إن الإرادات الضريبية من الموازنة العامة للدولة تلت تربع الإرادات في البعض بيقول طب إرادات الهيئات الاقتصادية أنا لو ضمت إرادات الهيئات الاقتصادية مع إرادات بتاعت الدولة هجد أن إرادات الضريبية نسبتها انخفضت وبقى بتمثل في حدود 30-35% من إجمال الإرادات بل بالعكس بقى الإرادات الغير ضريبية مع إرادات الهيئات الاقتصادية بقتها اللي بتمثل 65 إلى 75% من إجمالي الإرادات طيب الهيكل بتاع المصروفات هنجد أنه هيكل المصروفات أهم التطور حصل فيه هو الإنفاق على الاستثمارات يعني أعلى معدلات هنلاقيها اتحركت كانت مثلاً في 1999 و2000 كانت 20% وبعديها 21-22-17-6 من 10% هنجد أن المصروفات الأخرى كانت 21 رضا بنتكلم فيه تقريباً 6 و3 من 10 هنجد أنه الدعم والمنح كان تطور 28.5% وصل في أوقات 35.8% لما كنا بنفق جامد على دعم المواد البترولية والطاقة إحنا حالياً النهاردة بنتكلم فيه 19% لكن تحسن هيكل الدعم لأنه بدل ما كان 65-70% من الدعم رايح للطاقة النهاردة بقى متوزع على حاجات أكثر فايدة يمكن الفوايد هي اللي انخادت نسبة أكبر وده ارتبط به أولاً أنه دايماً مع النمو فيه إنفاق والفترات اللي فيها تضخم بيرتفع فيها أسعار الفايدة فبيبقى فيه جزء أكبر من الموارد بيروح لهذا السبب الأجور وتعودات العاملين تقريباً مستقرة عند 20% من الإنفاق لو بصينا الهيكل توزيع الدعم هنلاقي أنه اللون اللي هو الأصفر دوت اللي هي الدعم والمنح الاجتماعية يمكن قبلها بس هقول أنه بالنسبة للجزء الخاص بأجور وتعودات العاملين أنا آسف دي مازالت برضو المصرفات العامة وده مجرد بس السنوات الأخيرة تكملة للجراف اللي قبليه لكن خليني أروح لأهم بنود الدعم اللي كانت عندنا الجراف ده مهم جداً لأن اللون البرتقاني بيمثل قد إيه كنا بنصرف على دعم الطاقة يعني هتلاقي أنه كنا بنتراوح من 61 وحيناً 69 و65% من الدعم كان رايح لدعم الطاقة النهاردة في آخر موازنة اللي هي 2021 دعم الطاقة عندنا بقى تقريباً 7% لكن شوفوا الإنفاق على المعاشات يعني إحنا كنا زمان في جزء كبير لما ما كناش بندي تعم الطاقة وكنا مركزين المعاشات كانت واخدى 54 تقريباً في المية ثم وصلت في سنوات إنه بقى تزيره ما فيش دعم للمعاشات رايح على الإطلاق فعملت مشكلة فيها لكن استردت تاني بقى دعم المعاشات وصل لـ 35% وأيضاً بالنسبة لدعم السلعة التموينية هنلاقي إنه هو تطور وصل لـ 35% وحالياً 27% طب إيه التحديات اللي بتقابلنا؟ فيه تحديات متعلقة بارتفاع التضخم العالمي من 2.8% في 2020 النهاردة بنتكلم في 9 و 1 من 10 في 22 ترد عليه بارتفاع معدلات الفايدة في أمريكا اللي كانت ربع في المية النهاردة 3 وربع فيه كلام إنه هتروح لـ 5.5% مع زيادة طبعاً نتج عنه زيادة في قوة الدولار أثر على انخفاض العملات على مستوى العالم ده أدى إلى إنه فيه ارتفاع تكلفة للتمويل وصعوبة الوصول لأسواق الدولية وارتفاع تكاليف توفير الاحتياجات الأساسية كل ده أدى إلى تضعف تكاليف تدبير الاحتياجات من العملة الصعبة وأيضاً تدبير كل الاحتياجات المتعلقة بالموازنة وما إلى ذلك فدي تحديات هتأثر على طبعاً أن احنا عندنا مستهدفات لازم ناخد في اعتبارنا هذه التحديات فيه تحديات خارجية احتمالات فيه كسود كساد في الاقتصاد العالمي فيه تخوفات من الترابات في سلع الإمداد للسلع الغذائية والطاقة فيه استمرار لتبعات الحرب في أوروبا وتطورها ومداها الزمن وأثارها فيه استمرار لمعدلات التدخم وأسعار الفائدة العالمية في دول العالم والأسواق الدولية فيه تحديات داخلية قدرتنا على الحفاظ على استدامة معدلات التنمية زيادة معدلات التدخم برضو ده تحدي أن احنا لو استمر فيه معدلات تدخم وبرضو استمرار معدلات الزيادة السكنية على الوضع التالي احنا ممكن نجاوب على التحديات ده باستمرار برامج الحماية الاجتماعية وتوفير احتياجات المواطنين والاستمرار في التنمية وخلق فرص عمل وتمويل خط تنمية وتحسين بيئة العمل وجذب استثمارات جديدة كل داي ساعدنا على تحقيق الاستدامة بتاعت المالية العامة موضوع الدين احنا كنا في 2015-2016 كنا 102-8 النهاردة احنا خمسة انا ممكن هتكلم على فيه نوعين من الدين اللي بنعمله تقرير اللي بيوتنش في العالم حاجة اسمها دين الحكومة العامة وفيه بننشره هنا حاجة اسمها الحكومة المركزية بيبقى فيه فرق بينهم واحدة او اتنين في المية نتيجة للتوصيف اللي بيبقى مطلوب على مستوى العالم مش هخش في تفاصيله لكن يعني الحكومة العامة النهاردة اللي هو موجود في المؤسسات الدولية 85-10 احنا بنستهدف ان نروح لتين وسبعين في المية في العام المالي 26-27 بس ده معناه ان انا اشتغل على ادارة الدين انوع مصادر الدين بتقليدي سقوك اخضر قروض وما زلك وايضا انوع الاسواق دولية واقليمية ومحلية وعملات مختلفة دولار ويورو ويين وويوان وايضا ازود متوسط عمر الدين ونحاول نخفض تكلفة التمويل مع تخفيض معدلات التضخم واستمرار في تحقيق الفائد الاولي وخفض عجز الموازنة ايضا ان احنا يبقى فيه زيادة لمساهمة القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات العامة وتمويل التنمية الى جانب الاستثمارات العامة والحكومية طيب احنا دلوقتي هقارن ثلاث مراحل 2015-2016 احنا النهاردة 2021-2022 36 اخر حاجة نشرناها والمستهدف نروح له 26-27 بالنسبة للفائد الاولي احنا في 15-16 كنا سالب عجزة اولي 3-5 احنا في 36 السنة دي انهينا بـ 1-3 من 10 مستهدفين 26-27 نبقى 2-3 من 10 فائد اولي العجز الكل احنا كنا 12.5 نهينا السنة دي 6-1 مستهدفين نروح 26-27 الى 4% الدين احنا كنا تعريبا 103 في 15-16 انهينا السنة دي 7-2 من 10 وكنا مفروض ننهي 83-2 من 10 بس فيه 4% اصل لتغير سعر الصرف في الدين ومستهدفين ان في 30-27 يعني خلال 5 سنين دولار ننزل لـ 72% ويبقى ده رقم غير مسبوك بالنسبة لنا عشان نحقق ده احنا لازم كموازنة عمل الدولة عندنا حاجة زي دستور نستهدف دايما معدن نمو ارادات سنوي لا يقل عن 20% ونحاول نحافظ على معدن نمو ارادات لا يزيد عن 12% ايضا عندنا خطة استراتيجية الارادات المتوسطة معتمدة على ان كل سنة انا بزود الحصيلة الضريبية بتاعتي للناتج المحلي بمقدار نصف المية على مدار 4 او 5 سنين تبقى 2 ونصف المية اعمل ده ازاي هوسع القاعدة الضريبية واضم الاقتصاد الغير رسمي هطبق طبعا انا حاول نحد من عملية التهرب الضريبي وتقليل عدد الإجراءات والزمن المستغرق في الفحص والتسويات الضريبية وانا بأكد لحضراتكم ما اثير على احيانا بيبقى عندنا زي يعني تقديرات جوزافية وبعض الإجراءات والفحص بيتأخر كل الكلام ده ان شاء الله بإذن الله بينتهي مع ديسمبر هذا العام اللي هو هنبدأ فيه تطبيق المنظومة المميكانة بالكامل وان شاء الله هنطلع قانون نقفل بيه كل الملفات القديمة بنرفع كفاءة الإدارة الضريبية وبنحدسها وبنطورها وبنميكنها نهاردة كل الإجراءات تبقى مميكانة الفاتورة الإلكترونية الإيصال الإلكتروني وبالتالي الاقتصاد هيتحول إلى اقتصاد متشاب بطارية الإلكترونية أيضا تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار والحفاظ على معدلات نمو مستدامة كل ده يساعدني في تحقيق هذا الهدف أيضا أنا ألتزم بترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة استخدام موارد الدولة وتوجيه الدعم لمستحقيه بطريقة الاستهداف ووضع أولويات للاستثمارات العامة طبعا مع مراعاة أنه كل ده ما يؤثرش على خطة دولة لأنه هو خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيش شكرا جزيلا وأعتقد أنا انتزمت بالوقت هو 15 دقيقة شهد دولة الرئيسة اللي ما تتواج شكرا جزيلا شكرا دكتور محمد معي